نحو مدينة خضراء مشروع جديد بدعم من الاتحاد الأوروبي لتوفير الطاقة الكهربائية في منطقة سحاب والواقعة في نواحي العاصمة عمان والذي يهدف إلى توفير آلاف الدولارات من فاتورة الطاقة من خلال تركيب خلايا إنتاج الطاقة الشمسية والاستفادة منها في المدارس والمساجد والشوارع الرئيسية ومباني البلدية مشروع نحو مدينة سحاب خضراء كامل المشاريع المميزة عندنا في البلدية وخاصة أن هذه الثقافة لم تكن موجودة على سبيل المثال لما تكون فاتورة الكهربائية عندنا بلدية سحاب تقريباً 100 ألف دينار بالسنة فتقللها إلى 35 ألف فأنت بالتالي ممكن تستفيد من 75 أو 65 ألف في مشاريع أخرى بتفيد الناس اخترنا كمان أكبر ثلاث مساجد بيستهلكوا أكثر كمية طاقة في سحاب بالإضافة لمبنى البلدية المكتبة مبنى الحديقة المركز الثقافي والمجمع البساط وشارع سحاب الرئيسي للإنارة كاملة كلها تتغير تلالد لايتينغ اللي هي موفرة للطاقة مشاريع جديدة أخرى وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تهدف إلى الحد من أزمة الطاقة في الأردن وتخفيف الفاتورة على بعض المؤسسات الحكومية والوزارات من خلال تحويل أسطح هذه المباني إلى محطات لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الخلايا الشمسية والاستعانة بأجهزة حديثة لتوفير الاستهلاك ما بين ثلاثمائة ألف وثلاثمائة وخمسين ألف دولار مخصصة لهذه المشاريع الفردية والهدف هو التأكيد على أن أي بناية رسمية بإمكانها أن تستغل الطاقة الشمسية المتوفرة هنا في الأردن وبإمكان هذه المباني أن تقلص استهلاكها من الطاقة بنحو الثلث لا يقتصر الاهتمام بالطاقة المتجددة في الأردن على المؤسسات الرسمية فحسب بل يتعدى ذلك إلى منافسة لشركات فتحت أبوابها مؤخرا لتقديم عروضها للمواطنين أيضا والذين يبحثون عن تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لمنازلهم الإقبال الرسمي وغير الرسمي على تحويل الطاقة الشمسية إلى تيار كهربائي يهدف في جميع الأحوال إلى تخفيض فاتورة الطاقة في المباني الحكومية والمنازل في بلد يعاني من أزمة في توفير طاقته الكهربائية والتي تعتمد على الغاز المستورد من الخارج حيدر العبدالي الحرة عمان اشتركوا في القناة